نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أدوية مخشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام وأكد المركز الإعلامي أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة وذلك من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة